قال تعالى قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ الذي يقنط من رحمة الله ظال لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الأسماء والصفات وموجب حمده وحكمته ورحمته وعفوه ومغفرة سبحانه وتعالى لا بد أن نجمع بين الخوف والرجاء وقال إذا أردت أن تعرف المؤمن تنظر له في وقت السراء تجده خائف وفي وقت الضراء تجده مطمئن في وقت الحرب إذ يغشيكم النعاس وفي وقت السلم يخاف على نفسي أن يكون من المنافقين إذا لا بد أن تسير إلى الله بين الخوف والرجاء نعم قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق ما رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يقسم العلماء الصبر رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله حتى تؤدى وصبر عن معصية الله حتى تشتنب تجعل في جانب وأنت في جانب وصبر على أقدار الله وانقسم الناس عند المصيبة إلى أربعة أقسام متسخط وصابر وراضي وشاكر التسخط كبير من كبائل الذنوب وقد يصل إلى الشرك الأصغر يتسخط بقلبه وبلسانه وبجوارحه والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها الذي حظ عظيم الصبر واجب بإجماع الأمة مصيبة شق عليهم ما الذي يمنع من التسخط إيمان بالله أعلى من الصبر الرضا عنده النعمة والنقمة سواء قلبه ميت قال لا لتمام رضاه برب سبحانه وتعالى يعلم أن كل ما أصابه فهو من الله ولهذا يرضى ويسلم الرابع الشكر يشكر عند المصيبة وهذا أعلى المراتب أحب أحب كيف؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية سجنوه ظلما تخيل أنك شيخ إسلام وسجنوك ظلما وأردت أن تكتب رسالة لأمك من السجن إيش تصلا؟ يلا اختره عليه تحض دمعتين وتسب الحكام والمحكومين والوزراء صحيح أو لا؟ اليوم بعض الناس ليس لديه عمل إلا سب الحكام يصبح الصباح يسب لو تتعطل السيارة يسب الرئيس صحيح والله كأن الرزق بيد من؟ بيد الرئيس هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن أراد أن يكتب رسالة لأمه كتب بعد البسملة والحمدل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فما زلنا في ازدياده وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى وقد فتح الله علينا بفتحات ولولا ما تعلم ما نحن فيه ولا أتينا إليك ولو على الطير وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير هذا يقوله في السجن طيب لو خرج إيش يقول؟ أراد أن يكتب رسالة من السجن لإخواني يعني لطلابه كتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث في السجن قال هو رحمه الله قال المسجون من سجن عن ربه هذا المسجون ومستجلبة النعم يقول العلماء رحمهم الله يقول مستجلبة النعم بأفضل وأكثر من إيش؟ من الشكر ولا إن شكرتم لأزيدنكم تشكر تأتي النعم تكفر تذهب النعم من الصلاة والسلام نعم قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعلن هذا للناس أنه عليه الصلاة والسلام بشر وتميز عن عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه فهو عبد لا يُعبد ورسول لا يُكذَّب عليه الصلاة والسلام وأعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وفي هذه الآية أخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية من أحب لقاء الله حب الله لقاءه وإشارة إلى رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ويوم القيامة على ما يشاء الله سبحانه وتعالى وفي الآية شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو شرك أكبر أو شرك أصر نعم قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هذه الآية في سورة هود عليه السلام مخصوصة بآية الإسراء وهي قول الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر